أكد رئيس مؤسسة حقوق الإنسان التركية جوشكون أستارجي أن ثلاثة معتقلين على الأقل توفوا في غرف الحجر الصحي بالسجون التركية منذ بداية أزمة وباء كورونا وقال أستارجي أن إحالة السجناء المرضى إلى مستوصف أو مستشفى السجن يأتي متأخرا لفتا إلى أن مؤسسته تلقت شكاوى من بعض السجون تفيد بأن الحالات أو الإحالات إلى المستشفيات لا تتم حتى في حالات الطوارئ كما أن هناك شكاوى من عدم أعطاء أدوية بانتظام للسجناء المرضى وأوضح أنه بسبب وباء كورونا يتم وضع السجناء المرضى في جناح الحجر الصحي عند عودتهم من المستشفى ولهذا السبب لا يرغب الكثير من المرضى بذهاب إلى مستشفى السجناء مشيرا إلى أنه يتم الإصرار على إبقاء المعتقلين أصحاب الأمراض الخطيرة في السجون رغم وجود تقارير تفيد بأنه لا يمكنهم البقاء في السجن ترجمة نانسي قنقر